بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلميذ والتلميذات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع درس دعنا نتحاور الفقر الأولى عزائي التلميذ اتخذ الجد يوسف مجلسه وقد التفى حوله أحفاده كعقد الياسمين فبادرهم قائلا سنتحاور معا هذه الليلة عن آداب الحديث وآداب الاستماع وهما من أرفع الآداب الاجتماعية التي حثت عليها الأديان السماوية فالإنسان إذا أحسن كلامه أحبه الناس وإذا أساء في كلامه فر منه الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت معاني المفردات هنا عزائي التلميذ بادرهم معناها بدأهم حثت معناها دعت أرفع مكانتهم العالية وكلمة ليصمت معناها يسكت وكلمة أحسن مضاد أساء إذن أحسن عكسها أساء وأساء مضادها أحسن ماذا يحدث لو أحسنت كلامك ولو أسأت كلامك لو أحسنت كلامك يبقى إذن هنا في هذه الفقرة تقول أن الجد اجتمع مع أحفادي وبدأ يحدثهم عن أداب الحديث وأداب الاستماع وماذا يحدث إذا أحسن الإنسان كلامه أو إذا أحسنت كلامك إذا أحسنت كلامك يحبك الناس أما إذا أسأت كلامك يفر منك الناس الفقرة التالية وأبدأ معكم بهذا السؤال ماذا تفعل إذا أخطأ أحد المتحدثين في حديثه قالت مونة أقول له أخطأت وأذكر الصواب قال الجد لأنك لا تدرين ربما كان على صواب وأنت على خطأ كما أن قولك له أخطأت يحزنه ويسيئه فمن شروط الحديث أن تتخير اللفظة المناسب وأن تختار من الكلمات أجملها ومن الألفاظ أحسنة كلمة يسيئه معناه يضايقه وكلمة أبدأ مضاد أنهي كلمة تدرين أي تعلمين أنت لا تعلمين أجملها مضاد أقبحها ما أهم شروط الحديث مع الآخرين أهم شروط الحديث مع الآخرين أن تحترم آراء الآخرين وأن لا تقول له أخطأت لأن هذا ربما يسيئه وربما يحزنه كما قال الجد لمونة فمنة كانت تقول أنها تقول له أخطأت وأن تذكر الصواب ولكن الجد يقول ربما كان هو على صواب وأنت على خطأ كما أن قولك له أخطأت فإنه يحزنه ويسيئه فمن أهم شروط الحديث أن تتخير اللفظ المناسب وأن تختار من الكلمات أجملها ومن الألفاظ أحسنة وهذا أهم شرط من شروط الحديث والحوار أن تتخير من الألفاظ أجملها ومن الكلمات أحسنة الفقرة التالية قال شهاب يؤلمني يا جدي أنني حين أتحدث أحيانا قل لم يلتفت إلي أحد قال الجد ربما كان ذلك لأنك تتحدث عن نفسك كثيرا أو أنك تتحدث في أمور يعرفها الجالسون لأن الحديث عندما يكون في غير موضع يكون عديم الفائدة وكان الأجلر بك يا شهاب حين تشعر بذلك أن تصمت قال بعض الحكماء حدث الناس ما نظروا إليك واستمعوا إليك فإن لمست منهم فطورا فأمسك أي أسكت قالت فرح لقد عرفنا الليلة أشياء لم نكن نعرفها يا جدي معاني المفردات أعزائي التلميس كلمة قلمة معناها قليلا ومضدها كثيرا كلمة الأجدر معناها الأفضل كلمة فطورا هي عدم اهتمام ماذا نفعل عندما لا يستمع إلينا الآخرون كان شهابي يسأل الجد ويقول أنه كان يحزن لأنه عندما يتحدث لا يلتفت إليه أحد أو لا يستمع إليه أحد فقال الجد يا إما أنك أنت بتتحدث عن نفسك كثيرا أو بتتحدث في أشياء لا تهم الجالسين أو أنك تتحدث في أمور يعرفها الجالسون فماذا نفعل عندما لا يستمع إلينا الآخرون قال أحد الحكماء أحدث الناس ما نظروا إليك واستمعوا لك فإلا ما استمنهم فطورا فأمسك أي سكت عندما لا يستمع علينا الآخرون علينا بالسكوت عليك أن تسكت عندما تشعر أن الآخرين الذين تتحدث إليهم لا يستمعون إليك فعليك أن تصمت قال الجد وما زالت هناك أشياء في أداب الحديث يجب أن تعرفوها قال علي وما هذه الأشياء يا جدي قال الجد البعد عن كلام اللغوي والثرثرة يبقى هنا في هذه الفقرة الجد هيدا يتحدث عن أداب الحوار وأداب الاستماع أول حاجة ألها وأول شيء قالوا قال البعد عن كلام اللغوي والثرثرة وحسن الإصغاء لمن هو أكبر سنا وأعلى علما وقال لا يتكلم اثنان في آن واحد وعدم مقاطعة المتحدث ومحادثة الناس بواجه بشوش مبتسم يعني الواحد ما يكلمش الناس ووجه كده مكشر وزعلان لا يبقى بشوش ومبتسم ولابد أن يكون صوتك بقدر ما يسمعه الجالسون وفلا هو مرتفع بحيث يؤذيه ولا منخفض بحيث لا يسمعه بعضهم قال الأحفاد شكرا لك يا جدي على هذه النصائح الغالية هنا كلمة اللغو معناها الحديث غير المفيد بيتكلم كلام غير مفيد كلمة الثرثرة معناها أنه بيتكلم على طول كتير كثرة الحديث دون داعي الإصغاء معناها الاستماع وكلمة مرتفع مضاد منخفض السؤال ما أهم أداب الحديث ما أهم أداب الحديث كما حددها الجد في هذه الفقرة نعد كده مع بعض البعد عن كلام اللغو والثرثرة هذه أول حاجة تاني حاجة حصن الإصغاء لمن هو أكبر سنا وأكثر علما إننا لما إنساني يتحدث إلي أحسن الاستماع إلي ألا يتكلم اثنان في وقت واحد واحد بس يتكلم وتاني يستنع عدم مقاطعة المحدث لما يكون واحد يتكلم أنا ما أعطوش في الكلام أسبوع ما يخلص كلامه محادثة الناس بواجه بشوش مبتسم وما يكلمهمش بواجه كده مكشر وزعلان لابد أن يكون الصوت بقدر ما يسمعه الجالسون فلا هو مرتفع أوي بحيث يؤذي الأذن ولا هو منخفض بحيث لا يسمعه المنصطون إلي كلمات الجديدة في هذا الدرس عزاء التلاميذ كلمة بادرهم أي بدأهم وكلمة حثت معناها دعت كلمة يسيئه معناها يضايقه كلمة قلمة معناها قليلا والمضاد كثيرا كلمة فطورا أي عدم اهتمام كلمة اللغو الحديث غير المفيد والثرثرة هي كثرة الحديث دون داع خلاصة الدرس عزاء التلاميذ دعنا نتحاور الجد يوسف حدث أحفاده عن آداب الاستماع وآداب الحديث قولنا خطأ لمن يغطئ يسبب له الضيق ويحزنه من أداب الحوار البعد عن الكلام اللغوي والثرثرة وحصن الإصغاء لمن يتحدث وعدم مقاطعة المتحدث ومحادثة الناس بوجه بشوش ولا يتكلم اثنان في وقت واحد وأن يكون الصوت مسموعا فلا هو مرتفع ولا هو منخفض كانت هذه هي أداب الحديث كما حدد الجد لأحفاده كيف يأتي السؤال في هذا الدرس عزاء التلاميذ أجب عما يلي اقترع عنوانا آخر للدرس من منكم يعطيني عنوانا آخر للدرس أنا أقترع عليكم عنوان آداب الحوار وممكن آداب الحديث وقد نضع العديد من العنوين لهذا الدرس ما آداب الحديث كما فهمت من الدرس وكما حددها الجد لأبنائه أول شيء البعد عن كلام اللغو والثرثرة أيوة تاني شيء ممتاز أيوة حصن الإصغاء لمن هو أكبر سنا وأعلى علما وأن لا يتكلم اثنان في آن واحد وعدم مقاطعة المتحدث ومحادثة الناس بوجه بشوشي مبتسم ولا بد أن يكون الصوت بقدر ما يسمعه الجالسون فلا هو مرتفع ولا هو منخفض ماذا يحدث لو قلت لزميلك أخطأ لو واحد أخطأ وانت قلت له لا ده خطأ يسبب له الضيق ويحزنه ويسيئه اخطأ الإجابة الصحيحة مما بين القوسين مرادف كلمة يجهلها مرادف كلمة يجهلها معنى كلمة يجهلها معنى يعرفها ولا يعلمها ولا لا يعلمها أيوة ممتاز لا يعلمها مفرد كلمة مجالس مجلس ولا جلسة ولا جالس مجموعة من المجالس الواحد منها نقول عليه أيوة صح ممتاز مجلس مضاد كلمة قلمة قلمة شوفي التشكيل الجميل غير معنى كلمة ازاي مضاد كلمة قلمة يطرى قليلا ولا كثيرا ولا متنوعا ها ايوة قلمة عكسة ايه ايوة كثيرا جمع كلمة ادب ادب واحد ادب وادب 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 شوية ايه او مجموعة من الايه متأدب ولا ادب ولا تأدب ايوة مجموعة من الادب اي التعبيرين أي التعبيرين أجمل ولماذا يا طرق أنه فيهم الأحسن التف أحفاده حوله كعقد الياسمين ولا جلس أحفاده حوله أنه الأجمل أيوة صح ممتاز التف أحفاده حوله كعقد الياسمين أيوة لأنه تعبير جميل بشبه الجلوس نفسه بشبه أنهم قاعدوا كده جلسوا حوله بشبه الجلوس بعقد الياسمين شبههم كده هم قاعدين عاملين زي عقد الياسمين الجميل المرسوس جنب بعضه يا طرق أي التعبيرين أجمل ولماذا ليه رأي آخر ولا تقوله هذا رأي خطأ أيهم أفضل أيوة ممتاز صح أقول ليه رأي آخر تب ليه أيوة جدع لأنه من آداب الحديث وهو لا يحزن الآخرين أي التعبيرين أجمل ولماذا يستمع إليه ولا ينصط إليه يا طرق أنه الأجمل يستمع إليه ولا ينصط إليه ممتاز كلمة ينصط إليه لأنه يدل على الاستماع باهتمام الإنصاط باهتمام أجب بما هو مطلوب بين القوسين زميلتي تكتب بخط واضح اجعل الخبر جملة اسمية هذه جملة اسمية خبرها جملة فعلية تكتب بخط واضح عايزين نقضي الخبر اللي هو الجملة الفعلية ده اللي هو تكتب بخط واضح هنحوله لخبر جملة اسمية يا طرق نقول إيه صح ممتاز لازم أخلي الخبر الجملة الاسمية يبدأ بإسم يبقى نقول إيه زميلتي إيه ممتاز زميلتي خطها واضح ولابد أن يكون الخبر الجملة الاسمية في إيه في ضمير يربطه بالمبتدأ اللي هو الها في كلمة خطها يبقى زميلتي خطها واضح ليس الامتحان سهلا احذف ليس جملة اسمية هنا دخلت عليها ليس هنحذف كلمة ليس وهنغير في الجملة هنشوف هنغير إيه أيوة ممتاز يبقى الامتحان سهل فكلمة سهلا الأول كانت منصوبة لأنها كانت خبر ليس منصوب أما عندما حذفنا ليس خلاص سبب النصب هيشتال يبقى الامتحان مبتدأ مرفوع وسهل خبر مرفوع المؤدب كلامه طيب اجعل الخبر جملة فعلية جملة المؤدب كلامه طيب خبرها كلامه طيب خبر جملة اسمية عايزين نخليه جملة فعلية علشان نخليه جملة فعلية لازم نخلي الخبر يبدأ بإيه جدع بفعل ممتاز يبقى المؤدب إيه المؤدب أجيب أي فعل أيوة المؤدب يتكلم كلاما طيبا ممتاز فتح الله عليك إذن فكلمة المؤدب هتبقى مبتدأ ويتكلم كلاما طيبا هيبقى خبر جملة فعلية إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا الحالي ومع نفهم نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر